جزال فريرا مع نادي الزمالك بدأ يحط إيده النهاردة فوق أو مبارح كان فوس كبير معناوي رائع وفنيا طبعا أداء الزمالك كان فيه كثير من المميزات وأكيد كثير من الرعيوب لسه قائمة في تشكيلة نادي الزمالك وطريقة نادي الزمالك اللي أكيد هيعليجها فريرا في الفترة اللي جاية شفت الزمالك إزاي قدام بيراميز وشفت كمان بيراميز ليه فرط في فوس كان ممكن يحقق على نادي الزمالك بس أخد من كلامك قصة فريرا فريرا النهاردة ده رابع ماتش ليه مع الزمالك ثلاث ماتشاط في بطولة أفريقيا خسر واحد وتعادل اتنين النهاردة أول مكسب ليه في الدوري قدام خصم مباشر حاليا في المنافذة على المركز الثاني عشان اللي يكسب يحاول يلحق النادي الآي فبالتالي مكسب معناوي كبير جدا يعني زي ما بيقولك درب عصفور بحجر ده درب كمية عصفير كبيرة جدا الزمالك النهاردة كمان غيابات مؤثرة غيابات كبيرة في القائمة أما المدرب بينتصر للفريق ولما يكون فيه منظومة لعب وأي حد بيلعب بيشتغل ده الكلام المهم جدا أن الزمالك النهاردة في ريرا بيوصل مسج لكل أن اللي حيلتزم حيركز حيلعب عندي إصابات ما عنديش إصابات أنا شغال صح فهو دي أهم نقطة الأول اللي الزمالك اكتسبها النهاردة طيب قبل ما نروح للحالات الزمالك بدأ 4-3-3 بطريقة فريرا اللي احنا كلنا عارفينها 4-3-3 ديه كريم فيها نقطة مهمة جدا بالنسبة للزمالك هو النهاردة كان نحضر الطريق حامد هنا على يمينو أم حمد أشف روح على شماله إمام عشور إمام عشور بدأ هنا لمدة 22-23 دقيقة وأوتوماتيك فريرا المبدل الأدوار جايب إمام هنا وجايب روحة هنا 4-3-3 التقليدية لجزوال البريق بالزبط ولكن أول ما الزمالك بيمتلك الكرة بتلاقي الراجل ده إمام عشور جيه هنا يوسف أوباما اللي عمره مكان لعيب طرف دخل في قلب الملعب بين شارئي كده فالزمالك بقى أقرب لـ 4-2-3-1 إمام عشور بقى هو اللعيب رقم 8 اللي بتحول للجناح بتاعه والحقيقة إمام عشور لعيب حاليا ما شاء الله بيتطور جدا يلعب بك راية يلعب 8 يلعب جناح معندوش مشكلة سكر دولي كبير كمان طبعا خبرات كبيرة جدا فبالتالي إمام عشور بقى هو اللي بيه هنا في شكل الزمالك بقى أقرب لـ 4-2-3-1 وهو بيهاجم أول مكورة تقطع الزمالك بيرجع عادي جدا للـ 4-3-3 بتاعته ولكن الزمالك اللي عنده مشكلة كبيرة جدا في الماتش ده فريرة عالجها الشوت الثاني لكن بعد فترة كبيرة يا كريم وهي حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي واحد من اللعيبة اللي حاليا بيمره بموسم هو محافظ على مستوى الأوليل صح يعني للأسف يعني حمزة المسلوسي كنت لسه بقول في المقدمة النهاردة أو قلت إنه من اللعيبة اللي السنة اللي فاتت ختمت بشكل رائع جدا ده لعب 8-9 مباريات وراء بعض بشكل ممتاز وكانت في لعب دولي تونسي مظبوط بس الموسم ده هم حافظ على مستوى أوليل مظبوط هو ده الوصف الصح سنة اللي فاتت الزمالك لما حسم الدوري آخر 7 ماتشاط كان حمزة المسلوسي واحد من نجوم الزمالك صح حالان هو واحد من صغرات نادي الزمالك حمزة المسلوسي هنا بيرامتز كابتن إهاب جلال بدأ بأربعة 3-3 وغير حاجة إن عبدالله السعيد وإبراهيم عادل بيتنوب على المكان ده والمكان ده بسبب إصابة رمضان صبحي وهنا بيلعب فاجري لكاي وأوتوماتيك توريه ودونجا ووليد الكارتي بيرامتز كان عنده ميزة كبيرة جدا إن أولا اللي بيلعب هنا إبراهيم عادل بيخش القلب الملعب كده يا كريم فبياخد معها حمزة المسلوسي أوتوماتيك فبتلاقي مساحة كبيرة جدا فاضية هنا بيتحرك فيها على طول محمد حمدي ييجي في المساحة الجبارة اللي كانت موجودة هنا لدرجة إن 8 أو 9 فرص بمعنى الكلمة اتصنع عشرات الأول للزمالك من المساحة دي لأن أوباما مش لعيد طرف فأوباما لما بيرجع يدفع كأنه خامس لو تفتكر أدوار اللي كان بيديها كيروش اللي عيبت منتخم مصر وبيديها ساعات مسيمانية لما بيرجع يدفع بخمسة أوباما عمره ما هيعرف يدفع هنا ومش تقليلا من أوباما لكن هي القدرات وكده ما يدفع بس حاول أنا شفت في الـ position ده كتير إمام عشور ومن المفترض إن إمام عشور كان هو كمان هو حاول كتير مع أوباما وبعدين بقى يخلي أوباما هو ليرجع يدفع هنا فإمام عشور هو ليرجع يتمركز هنا ولكن لعيبة فيرامدس ما كانتش بتجمع بس الكرة هنا عشان تلعبها فيرامدس كان بيلا عب لقى مباشر كرة جات لي حلق عب في ظهر حمزة المسلوسي على طول اللي حصل الشوت الثاني إن الزمالك بدأ يتدارك ده حيث يحسب للزمالك ولا يحسب لبيرامدس النقطة المهمة بتاعت الشخصية إن أنا النهاردة فيرامدس بالسكواد ده موجود مدير فني كوف إزا كابت النهاب جلال قدام النادي الأهلي استقبل ثلاث تجوان وخسر في منافس مباشر النهاردة مع الزمالك اتأخر اتعادل اتقدم فالزمالك النهاردة هو اللي بيدافع وفرامدس متفوق فجأة نتيجة تقلب لاتنين اتنين تلاتة اتنين ماتش صعب جدا إن فرامدس فريق بالإمكانيات دي حتى هو على سبيل الكونفادراليا ما يروح يلقى بمزين بيمان فعش بقى أنا متقدم في النتيجة ويرجع يخش فيه الجون ولا اتنين لكن هو ماتش كلاش كبير بين فرقيتين كبار فبالتالي فرامدس عنده مشكلة في القصة دي كابتن إيهاب جلال في الأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعته دي كان بيحاول يستغلى على طول حمزة المسلوس اللي حصل الشوت التاني في دي 64 إصابة حمزة المسلوسي اللي عمله فريرة إنه هو نزل محمد عبدالغاني والأول محمد عبدالغاني نزل لقى كباكرايت وبعدها بشوية منزل مرجع إمام عشور بقى يلعب هو الباكرايت وتحول شكل الزمالك لخمسة أربعة واحد فالزمالك بقى بيدافع بخمسة أربعة واحد وده الشكل اللي خلى الزمالك أفل أطراف الملعب كلها صحيح إمام عشور عبدالغاني محمود علاء الوينش محمد عبدالشافي بعدها بإصاب باللحظات نزل حازم إمام لعب باكليفت خلي بالك حازم إمام نزل لعب باكليفت وبعدها انتقل الناحية التانية رجع وده الشكل اللي انت بتقول عليه بالزبط بالزبط إحنا لو قفنا الهجمة هنا هتلاقي إن الزمالك هنا بص بالزبط كده بص الزمالك بيدافع إزاي بص أشرف بن شارق بيدغط في ظهره عبدالشافي وقادي اللعيبة الخمس مدافعين وده الشكل الوحيد اللي خلى الزمالك النهاردة يتفوق على فيرامتز الشوت الثاني ويقفل الجبهة الشمالي اللي كان فيها مشكلة كبيرة جدا من لعب التيرامتز واخد بالك النهاردة الكرة عادت من الباكريت في ظهره على طول في سنتر باك محمد عبدالغاني مغطي فتلأول الكرة بتتلاعب في ظهر إمام عشور أو في ظهر حمزة المسلوسي بتعدي باك ده شكل جديد على فريرة شكل جديد على الزمالك بس النهاردة الراجل اللي جاء له لأنه كان عنده مشكلة نحية اللي مين وبعدين نزل عبدالله جمعة كباكليفت إسلام جابر راح ونص الملعب وراء حزم بقى باكريت فالزمالك بقى يلعب خمسة أربعة واحد أحترم جدا المدرب اللي يبقى فايق وصاحي ويقرأ مشاكله ويعرف يحلها أي فرقة في الكون ممكن تبدأ المباراة ببعض الصغرات ما أنت المدرب اللي قدامك بيبقى بيذكرك ويعرف صغراتك المهم إن انت تقدر تعالج الصغرات دي أثناء المباراة ودي واحدة من قوة أو قدرات جوزوالدو فريرة طبعا الكوتشنج بتاعه الراجل مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا النهاردة بيقدر كمان أنا فجئت إنه نزل حزم لعب باكليفت وبعدين التغييرات في الملعب ديه كريم معنا كده أنا ما عنديش مشكلة هلعب واحد في أي مركز جديد بس هو بيلعب هو حافز هو بيلعب هو عارف هيعمل إيه وبيتحرك فين لكن زي ما أنت بتقول فريرة تدارك الموقف أنا شايفه تداركه كمان متأخر إن الزمالك كان ممكن يستقبل أكتر ولكن الشكل ده من بعد ما غير لخمس مدافعين وراء شكل الزمالك اختلف تماما وبقى قادر يعني يقف قدام الجبهة الكبيرة جدا اللي كان عملها بيرميدز من ناحية الشمال